من الأساتذة الذين أذكرهم ولا أنساهم أبدا شيخ جليل كان ممتعا ببصره كان ضريرا هذا الشيخ اسمه الشيخ عبد المجيد البنة كان يدرس لنا مادة التفسير تفسير النسفي ونحن في الصف الرابع الثانوي تفسير النسفي هذا تفسير مختصر جدا ووجيز جدا ولكنه معني بأمور العربية والإعراب والبلاغة ومعني أيضا بالمأثور بالتفسير بالمأثور فكان الشيخ يجلس في الحصة ويشرح ما في الكتاب فإذا انتهى من شرح ما في الكتاب بدأ في التوسع في أشياء أضعاف 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 ما في الكتاب سبحان الله يستطرد نعم ولذلك كتبت وراءه كراريس من حصص هذا الشيخ الجليل ونحن في هذه المرحلة من العمر فعلمني أن لا أقتصر وأن لا أكتفي بالمادة الموجودة المكتوبة فقط المكتوبة لا توسع ابحث ابحث ولذلك أنا كنت دائما أثرت فيها هذه النزعة أو هذه اللمحة بعدما صرت أستاذا كنت الاختبار وأنا أعطي الاختبار للطلاب وأصحح كراسات الإجابات أجد الطالب الذي يذكر لي لطيفة ليست موجودة في الكتاب أعطيه أعلى الدرجات معنات أن نبحث أيها يا سلام نعم وكنت أحيانا أستفيد منهم من هذه اللطائف التي أذكرها الطلاب كانت عندي أجندة مستقلة أقيد فيها ما يضيفه بعض الطلاب مما لا أعرفه فوائد أيها من الفوائد التي لا أعرفها فجمعتها دكتور فجمعتها نعم يا سلام نعم فهذا الشيخ أثر فيها تأثيرا كبيرا جدا وقال إن المادة العلمية التي تدرسها للطلاب أعطيهم أصلها أصل الدرس لا تشتته ولا تذهب به بعيدا أولا شيخ عبد المجيد البنة نعم شيخ عبد المجيد البنة رحمة الله عليه اعطيه أصل الموضوع اشرح له الموجود في الكتاب بعد ذلك إذا استقر ذلك في ذهنه افتح شهيته لمن يريد أن يفتح شهيته للعلم وهو في هذه السن لا شك أن هذا كان له عندي أثر كبير جدا وآثر بالغ جدا يعطيك شوق للمعرفة وتوق للمعرفة وحرص على المعرفة وعلى العلم من حداثة السن كان هذا الشيخ كان نمطا فريدا بين الأساتذة الذين درسوا لي نعم